لو تنساني انا مش نسيك لو تهجرني انا بفكر فيك كمان وحشتني بالعند فيك وتحية لابن الهم نصر مخرج العصر حمادة خميسة من الدخيلة عاشق شالبكة والزمالك شكراك يا حمادة ليه يا كابتن القرات بتتاخد في الوقت الضايع مع انه كان معروف ان المباراة هتتلعب شريف برج العرب بص يا شريف كان لابد من اثبات موقف كان لابد انا معاك وانا قلت مبارح المباراة هتتلعب هتتلعب لكن كان لابد من اثبات موقف من جانب الدخلية وهذا حقها هناك يا جماعة قرار نيابة بيقول الملاعب يبقى فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لو الدخلية وراح جواب من النيابة العمل الدخلية لو الدخلية منفزتش هذه الشروط وتلعبت مباراة ولا قدر الله بعض المهابيل والمخابيل عملوا مشكلة وتم التصدي لهم واحد اتعور واحد كذا واحد لا قدر الله مات ساعتها تعالي يا دخلي تلعبت المباراة ليه وانت عندي قرار من يابة العمل بتقول ما تلعبيش الا بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هذا هو الامر الناس في اخر لحظة شان يشعروا الناس انه انه لازم تاخدوا بالكوا وبتعملوش مشاكل واحنا اخدنا ده على عتقنا وعلى مسؤوليتنا كان لازم يتاخد في اللحظة الاخير كان لازم يتاخد في اللحظة وكتر الف خرم وعلى فكرة كان ممكن يقوله لا احنا احنا ما هو انت هو انت هتستخبه ورا مين اقوى من قرار نيابة عامة معلش يعني ماذا انا اسف في الكلمة يعني ما حد يقولي يقوله والله اتفضل انا معايا قرارني يا ابا عامة اه دي قرارني يا ابا عامة يقولي ما تلعبش انا مين بقى عشان اخالف قرارني يا ابا عامة ده نتحط في السجنة وحصل مشكلة خلينا نحط كل حاجة في مكانها كما ينفعش نطلع ونقول ايه بهم عندنا شرطة تأمن ايشين واحد مال هتأمنوا ده كلام اسمه بويسترس كلام فارغ يا جنرال سؤال يطرح نفسه هل كان هناك فرق بين جهاز الداخلية وجهاز الشرطة في النظام السابق واين رئيس الوزراء السابق احمد نظيف وهل هو في مصر ام في دولة اخرى احمد خلاف قالي وبيت لا طبعا احمد نظيف في السجن مسألة فيه فيه فرق بين جهاز الداخلية وجهاز الشرطة لا هو اسمها وزارة الداخلية لكن النهاردة الوضع مختلف النهاردة ما شاء الله ما شاء الله هو اكبر الوزارة ماشية على الصراط المستقيم عمل دقوب ما فيش بعد كده عظمة بصراحة العظمة اللي هو واحده وناس بيتفانوا وهناك مفاهيم جديدة غزة وزارة الداخلية فيما اتعلق برقية تعامل مع الموطنين واحترام الجميع وكذا وكذا قبل كده ما اجدبش واقولنا ما كانش موجود لا كان موجود واللي كان بيتأزه هو المنقادم اللي مش كويس ربما البعض بينفلت وهذا امر طبيعي والانفلات موجود في كل مكان ولكن يبقى ان دي سلطة تنفيذية فبيبقى الانفراب بتاعها واضح قدام الناس كلان هو في ايده سلطة اتصور هذا الامر تم تدركه بنسبة عظيمة هيبقى بعض الناس اللي هم غير سويين في الدنيا كلها لما يعملوا حاجة مش مزبوطة من عمامش دي تخصه هو لكن ما تخصش الباقي اخو كمان اربع رسائل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة